سلام أنا اسمي توني هناخد النهاردة مع بعض فكرة سريعة عن نظام الدراسة في مدرسة تيرانوس أول حاجة عايزين بس نوضحها قبل ما نخش في الموضوع المهم اللي احنا ناخده أو نفهمه من الكلام اللي هقوله النهاردة ناخد الفكرة العامة أو الفكرة الجانرال بتاع الكلام اللي هقوله مش مهم أبدا تحفظ تفاصيل اللي هقوله المهم إن الشخص اللي بيسمعني اللي هو طالب في سنة أولى في مدرسة تيرانوس داخل السنة دي دفعة 2020 يكون فاهم بس الجو العام لطبيعة الدراسة في مدرسة تيرانوس النقطة التانية برضو اللي هحب أوضحها قبل ما نبدأ إن الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة فيه أبعاد قد تبدو اللي هي تقيلة أو صعبة أو نحس اللي هي بعيدة خالص عن نفسنا بس صدقوني الموضوع هيجي تدريجي واللي أنا هقوله ده كمان عشان تشوفوه في شكله الكامل أو في صورة المكتملة عند الندوج هيكون مش قبل سنة يعني عشان نكون واقعيين مش قبل ترمين عشان نشوف نفسنا وصلنا للمستوى اللي أنا هتكلم عليه النهاردة الحاجة الأخيرة اللي حابب بس أتكلم فيها قبل ما نبدأ اللي أنا بأعتذر لضعف اللغة العربية عندي لذلك عشان كده عملتلكو وبحاول على قد ما أقدر اللي أقوله بالعربي فأعذروني لو فيه كده بعض الكلمات خانتني في النص وقلتها بالإنجليش بس يعني لأن عندي العربي بعفيا شوية زي ما حضراتكو عارفين الحقيقة النهاردة فيه عنوين كتيرة أو أمور كتيرة عايزين نتكلم فيها مع بعض لكن نقدر نعمل لهم تصنيف تحت ثلاث عنوين كبار العنوان الأول هيكلم عن إيه هي أهداف أو رسالة المدرسة أو إيه اللي عايزين نوصل له تاني حاجة هكلم حضراتكو النهاردة عن الأكاداميكس الأمور الدراسية في المدرسة بشكل عام وبعد كده هنعمل زومنج على الترم ده اللي احنا فيه الفول سماستر بتاع 2020 ل2021 بشكل خاص يعني هنطبق بقى اللي تكلمنا عليه فيه رسالة المدرسة وأهدافها والنظام الأكاديمي بتاع المدرسة فيه الترم ده بشكل خاص هنشوف الكلام ده هيتطبق ازاي على الترم ده بالاخص اللي فيه وحاجات زي كده زي اي معهد لهوتي او اي كلية لهوتية احنا عندنا عندنا رؤية عندنا رسالة وعندنا اهداف بنرغب اللي احنا نحققها وبتقوم عليها المدرسة او بيقوم عليها الدراسة اه الحقيقة الحاجات دي كلها ممكن تتلخص في حاجة اسمها mission statement اه هنعرضها دلوقتي لحضراتكو على الشاشة اه بس عشان لما تشوفوها تكونوا familiar بيها مش هقولها طبعا كلمة كلمة بس هنزين كده نعمل spot على بعض النقاط الهمة اللي فيها الاولى اه في اهداف المدرسة اللي احنا نكون عند الدارسين اه فهمة مجيد لللهوت الارثودوكسي والتراسة الكبتي من خلال scholarship علم وresearch بحث واكادامك اكسلنس حسب نهج ومنهج وخطوات مدرسة الاسكندرية اللهوتية الاولى النقطة اللي بعد كده هو التكوين الشمولي والنحت اللهوتي الحقيقي من خلال تلات محاور او تلات اساليب او تلاتة الارثودوكسي الحاجة الاولانية من جانب روحي وجانب كنسي وجانب اكاديمي فاحنا بنتلمز الدارس على التلات جوانب دول التلمزة الروحية والتلمزة الكنسية والتلمزة الاكاديمية من والتلات حاجات دول بنشوفهم في المدرسة نشكر ربنا باعلى الليفلز الموجودين في الكنيسة طبعا ده المشن ستيتمنت بيكون الصمري او الخلاصة بتاعت الموضوع احنا لسه هنفهم الحاجات دي ازاي بتتحقق احنا دلوقتي بس بنقول ايه هي الاهداف بنديكم الكونكلوجين الملخص هنشوف بعد كده ازاي الحاجات دي اه بتكون اتشيفد النقطة التالتة هي هنعرف ان اللي عندنا في المدرسة التعليم اللاهوتي بيكون دايما الهدف بتاعه او الدافع له دافع رعوي وهنشوف القصة دي في السلايدز القدام رقم اربعة هو تكوين او انشاء جيل من الخدام اكفاء ومؤسرين ومسمرين طيب وايه تاني يكون عندهم غيرة كويسة واحترام للكنيسة تشيرش اتيكت اللي هي الاتيكيت والدكورم الاحترام ليه الحاجات دي كلها عايزينها تتوفر في الخادم لان الجوانب دي كلها ممكن تنشئ نهضة روحية وتحول الواقع الرعوي للكنيسة النقطة البعض كده خارج شوية الصندوق او نطاق الخادم المحلي اللي في كنستو المحلية الى اخره اه هو ان احنا نعمل امبريسنج للمسئولية بتاعتنا كسفراء للمسيح في العالم في العصر الحديث ونكون مدافعين للايمان الارثودوكسي ونشاع نور المسيح في وسط العالم الاهداف دي كلها بتتحقق عندنا في المدرسة من خلال ست اعمدة رئيسيين هنتكلم فيهم دلوقتي مع بعض ست نقاط جوهرية بيوصلوا او بيحققوا الاهداف دي النقطة الاولانية اللي لازم تكون واضحة في الزهن هو ان الدراسة في تيرانوس بتقدم سكيل ست مجموعة من المهارات هو حاجة اسمها conceptual distillation يعني بتعمل ترصيخ لبعض المفاهيم على عكس اللي الناس بتفكروا اللي احنا هندي علم او معرفة مجردة اللي هي الابتشاك نالج تمام ففيه مثل كده انا مش حافظه بالزبط في العربي بس هديكو الفكرة اللي هو بدل لما تأكلني سمكة علمني زي اسطاد فده بالزبط هو الهدف الايم بتاع مدرسة تيرانوس مش اللي انا احفظك قدر معين او اعلمك قدر معين في كل مادة لكن اعلمك ازاي انت تقدر تستعد عشان تأكل نفسك وتأكل كل اللي حواليك سواء في البيت او في الخدمة عندنا تلاتة sub points عايزين نبص عليهم في قصة السكيل ست او المهارات اول حاجة اللي احنا في تيرانوس بناخر knowledge base يعني بنجمع كم هائل وكبير جدا من المعلومات بنعمل معالجة معلومات اللي بنعملها acquire او بنقطنيها من عدة مصادر مصادر متنوعة مختلفة لانه ما عندناش معلم اوحد او مصدر اوحد للتعليم وبنشوف بقى ازاي بنعمل application ازاي بنوظف المعرفة دي في حل مشاكل حقيقية بتحصل في الواقع سواء في الخدمة او بتعالج بعض الظواهر في المجتمع وان جزور الحاجات دي او رد عليها بيكون من خلال اللهوت والاباء اتكلموا في كتير من القضايا اللي احنا موجودة في العصر ده موجود الردود عليها في كتابات الاباء من خلال منظور orthodoxy oriental اللي هي الكنيس اللي خلق الدونية النقطة اللي بعد كده هنشوف كويس قوي عشان بس احنا في جزئية عشان الناس ما اتطهش احنا في جزئية اللي احنا ما بناخدش علم مجرد من غير لما نفهم الانتجريشن ازاي المعلومات دي ازاي بتتكامل مع بعض في منظومة كاملة بنشوف الcorrelation او العلاقة اللي ما بين اللهوت والطقوة او اللهوت والرخانية وان الاتنين مش عكسة بعض او كل واحد في سك النقطة الاخيرة بنشوف ازاي بنعمل conveying او بنوصل وبنعكس تلات حاجات معرفة ومهارات وافكار اللي هناخدها في المدرسة من خلال الكنيسة اللي هو اوصلها في الخدمة او اوصلها لأسرتي في البيت وكمان اعكسها اعكس نور المسيح للمجتمع المجتمع اللي اوسع مش بس في نطاق الكنيسة النقطة التانية الهامة جدا اللي بتقوم عليها المدرسة هو التخصص العميق هنقول فيها اربع نقط صغيرين الحاجة الاولانية لازم حضراتكم تكون عارفينها اللي الناس اللي بتيجي تدرس في تيرانوس في المحابرات دول ناس ناس على مستوى عالمي حاصلين على الشهادات من جامعات في الخارج وبيدرسوا ايضا في جامعات في الخارج الحاجة التانية اللي فيه عندنا يعني تخصص جوه التخصص الكلام ده تقال لاغلبكو في الانترفيو بس بنعيده دلوقتي عشان لازم نبدأ السنة الجديدة والكلام ده لسه فراش في المعنى فعندنا تخصص جوه التخصص مفيش مدرس بيدرس مادة على بعضها فده بيؤدي الحاجة اسمها distillation of knowledge distillation of knowledge معناها تركيز الفكر او اوصارة المعلومات او اوصارة الفكر اي اللي المحاضر بيجي خلال ساعتين او ثلاثة بيدي فكرة مركزة جدا جدا عن الموضوع اللي هو مفروض هيتكلم فيه موضوع هو حضر فيه رسالة سواء masters او دكتوراه او ما قال فيه كتاب فالمعلومات لو انت حضرتك مش هتيجي او هتغيب المعلومات اللي هو هيقولها المحاضر في الساعتين الكونكلوجين او زبدة الموضوع عشان تقتنيها انت مع نفسك من خلال القراءة هتحتاج بدون مبلغة عشرات الالاف من الساعات وتقدروا تحسبوها هتلاقوا الكلامي صح اللي بيعمل دكتوراه بيقعد اربع سنين بيبحث في موضوع معين النقطة اللي بعد كده اللي عندنا المناهج بتاعت المدرسة معمولة على معيير دولية معيير دولية وتايلر دي يعني متفصلة حسب التخصص زي ما قلنا لذلك مفيش كتب الناس بتسأل ليه ما عندناش كتاب لان مفيش مصدر واحد لأي مادة عندنا من السبعة فروعة اللي هندرسهم كل مادة بتتقسم حسب بالمواضيع حسب كل واحد متخصص في ايه حسب دراسة وده يبان اكتر في الترمات القادمة احنا بترمل اول برضو بنبدأ بالراحة واحدة واحدة بنفهم مع بعض يعني ايه لهوت يعني ايه فكرة ابائي ايه هي الفكرة العامة او الرسالة العامة بتاعت الكتاب المقدس من غير لما ندخل في التفاصيل اللي هي بتباني اللي هي تكون معقدة شوية من المعروف والمشهور جدا عن المدرسة اللي هي مدرسة قائمة على البحث حتى الناس لما كان بتيجي تعمل انترفيو كانوا بيقولونا الكلام ده اول لما حد من الاباء يقول اهم حاجة في الدراسة عندنا كان الشخص على طول يكمل الجملة يقول البحث فعايزين نشوف ازاي المدرسة عندنا قائمة على البحث النقط الاولانية ما عندناش زي ما بقول مهم ان اخد فكرة عامة على اللي هيقوله محدش محتاج يبقى حافظ الكلام ده انا بس بنظملك تفكيرك بحيث اللي انت تبقى فاهم السيستم ومش تايا الحاجة الاولانية ما عندناش ديكتاشن مفيش املاء محدش بيوم لي عليك معلومات يقولك احفظ الكتاب ده الحاجة التانية اللي احنا كاتاكيتيكل سكول يعني ماشينا على الطراز مدرسة الاسكندرية اللاهوتية يعني ايما على الكاتاشزم السؤال والجواب بناخد في بالنا جدا الامور دي اثناء واحنا بنوضع المناهج او بنصنع المنهج بنكون مركزين جدا على الناس بتسأل ازاي او طريقة التفكير المعاصرة او بعض الامور اللي الناس الخدام الجيل ده من الخدام يمكن يكون مش فهمها كويس بناء على سينتيفيك ريسيرج ماثدولوجي طرق علمية للبحث وماردرن أبولوجاتيكس بناء على الحاجات الريليفنت بقى للحاجات دي الدفاعيات الحديثة اللي تخص القضايا اللي الناس بتسأل فيها كتير اليومين دول النقطة اللي بعد كده الترق او الاساليب الدراسية في تيرانوس بتعمل او بتبني او بتنمي البحث فزي ما بقول احنا عندنا المحاضرات بتفتح الافاق بتفتح المدارك بتاعت الفكر ما هياش ابدا موجودة المحاضرات دي عشان نصمها زي ما هنشوف وهنشرح باستفادة في الحاجات الجاية النقطة اللي بعد كده مهمة قوي بما ان اللي هي مدرسة بحسية ففي حاجتين لازم ناخد بالنا منهم جدا في اي نوع من انواع التعليم في حاجة اسمها absolute answer او absolute truth وفي حاجة اسمها hypothesis ال absolute answer اللي هي الحقيقة المطلقة والhypothesis اللي هو الافتراض العلمي طبعا اي مسألة عقائدية او اي مسألة لهوتية دي حقيقة مطلقة وما فياش رأي ورأيك واختلاف اراءة لكن hypothesis معناها افتراض علمي ليه الحت دي بذكرها بالتحديد وبركز عليها لان بيحصل وارد اللي بيحصل في بعض المحاضرات يجي محاضر يذكر نص معين يقولك النص ده لازي يرجع لنهاية الكرن التاني الميلادي تمام يجي محاضر تاني في محاضرة تانية بموضوع تاني خالص يقول اسم نفس النص يقولك لازي يرجع لمنتصف الكرن التالت يجي لي واحد بقى بالعقلية بتاعت الانسان العطيق مش فاهم احنا بنعمل اي قوي في تيرانس فيقولي انا متلغبة اتعمل ايه هكتب ايه في الامتحان والسؤال ده جالي هكتب مثلا سنة 193 ولا هكتب سنة 240 لان فيه حد قال كده وحد قال كده الحقيقة احنا الابروتش بتاعنا في التعليم وفي الامتحانات التقييم ما بنهتمش خالص بالتواريخ انت عرفت تفكرنا التاني ولا التالت اللي همنا اكتر اللي حضرتك وانت قاعد في المحاضرة تبقى فاهم الاساليب او الطرق العلمية ازاي المؤرخين او الناس اللي بتدرس في الاباء او بتدرس في النصوص الليتورجية ازاي حددوا للنص ده يرجع للفترة دي فعلا ازاي حددوا النص ده تحديدا الكتب في الحجبة دي فاذا الاهم مش انت تكون عارف النص ده التاريخ وسنة كام لكن الاهم انت تكون عارف الاساليب العلمية والطرق اللي بيحددوا بناء عليها النص ده يرجع لانهي تاريخ او لانهي حجبة النقطة الاخيرة في الجزئية دي ان الدراسة في تيرانوس قد تبدو سهلة للبعض وصعبة الناس تانية وده متوقفة بشكل كبير جدا حسب الفرد او على حسب الشخص في اي مؤسسة تعليمية تقليدية اللي هو بيكونوا مربوطين بمنهج او بكتاب وبيدخل الشخص بيكون مطالب فقط بلي في الكتاب وبيكبه في الامدحان وخلاص على كده للأسف الشخص بيدخل كمبتدئ وبيتخرج ايضا كمبتدئ لان في الفترة اللي هو فيها في الدراسة دي التلاتة او الاربع سنين او كانت مدة الدراسة بتظهر اكتشافات جديدة لقوا مخطوطة لقوا دراسة جديدة تفسير جديد وهكذا وغير كده كمان نرجع للقنسبت بتاع اول سلايد اللي تكلمنا فيها حتة اللي بدل لما تأكلني سمك علمني زي اسطاد انت كده ما علمتهوش المهارة البحث ولا علمته الفن بتاع التعليم اللي هوتي انت كده حفزته شوية معلومات او حفزته شوية عقائد من كتاب او من نص فالشخص بيتخرج للأسف كمبتدئ بالضبط كده عاملة زي واحد قاعد في قوضة او في مبنى وقاعد في سقف فوقيه يعني في سقف طموحات ده الليمت بتاعه طيب ايه الفرق ما بين اي معهد لهوتي تاني او تيرانوس الحتة دي احنا بنعمل ايه؟ بنشيل السقف خالص فبيكون الشخص مفيش اي لمت او مفيش اي سقف طموحات يحده هو ممكن يوصل لفين اه في يعني مستوى بايسيك بنحتاج للشخص بيوصل ليه عشان يتخرج اللي هي نهية الحيطة فوق ده اي حد عشان يتخرج لازم بيوصل لها بس السقفة مفتوح يقدر الشخص يسمر وينتج وحسب هو شاثارته حسب هو حابب الدراسة قد ايه؟ حسب هو حابب يتخصص في ايه؟ عشان كده لو احتكيته كمان بالخرجين هتلاقوا اللي مفيش لفل واحد المدرسة ما بتطلعش product linear الoutput مش ثابت فيه تباين كبير في المستويات بسبب الجزئية دي بسبب اللي المدرسة ايمة على البحث بتديك مفاتيح في العلوم كلها وبتديك skills ومهارات انت تبني عليها وفيه references هناخدها المفروض اللي حابب مجال معين بيستزيد فيها التلمزة الروحية والاكاديمية في مدرسة تيرانوس الحاجة الاولانية ان الدراسة في مدرسة تيرانوس زي ما قلنا في الاول ايمة على التلمزة وده بيكون جانب اساسي في حضورك live تكون خاضر بجسمك virtual ده اللي هو الانلاين مش كفية اي نعمة انح بنتطر له في اسباب الكوفيد او بنتطر له للناس اللي هي برة اسكندرية سواء في المحافظات او في المهجر بس الحقيقة التعليم اللي هوتي مش ممكن يكون ابدا انلاين يعني كان فيه مثل جميل جدا قالوا ابونا اثاناسيوس في الانترفيو قالوا للناس اللي تخيلوا لو واحد طالب رهبانا راح لرئيس الدير قالوا انا عايز اترهبن فقالوا تمام روح وهنبعث لك الصلوات على الزوم وهنبعث لك تصوم ايه وتعمل ايه لابعا مش ممكن هو اللي بيروح عايز يترهبن لازم يروح يعود ياخد خبرة الشيوخ لازم يشوف الرهبان التانين بيصلوا ازاي في الكنيسة بيسجدوا ازاي روح الشركة والاغابي على الميدة والشركة مع الاخوة في الدير فنفس الكلام بالضبط لدراسة اللهوت هي حياة كاملة حياة فيها تعليم وفيها تلمزة وفيها تكوين وفيها شركة وفيها اغابي وفيها محبة وفيها جوانب كتيرة جدا الانلاين بيحدها بيحولها لشوية اكاديميكس لشوية دراسات كأنك بتذاكر فلسفة او بتذاكر اي حاجة تانية زي ما سيدنا امبابابلي كان قال في الفيديو التعريفي اللي نزل على صفحة الفيسبوك بتاعت المدرسة قال ان الدراسة في تيرانوس هي رحلة تعليم رحلة تعليم دي نقدر نربط كلمة جيرني بكلمتين تانين كلمة تلمزة وكلمة نمو وكلمة تكوين فورميشن فالدراسة ياريت نفكر فيها بالطريقة دي فكرة تلمزة وتكوين ورحلة تعليم ورحلة نمو ليه مهم اللي نرسخ في ذهننا المفهوم ده لان ده بتاع فكرة الكورس كولتشر في مصر ايه هو الكورس كولتشر اللي هو بالبلدي كده الدروس التقوية او الدروس الخصوصية فلو واحد ضعيف مثلا في الكمبيوتر بيروح ياخد اتناشر درس كمبيوتر وبيقولك كده انا بقيت خلاص تمام كده بفهم في الافس او بقيت كده تمام بفهم في الفوتوشاب وبيفتكر اللي هو يقولك انا مثلا ايه خلصت انا كده الفوتوشاب الحقيقة ده الكلام ده لا ينطبق نهائيا على التعليم اللهوتي لان التعليم اللهوتي ده اكتشل احنا بندرس وبندخل في اعماق معرفة الله فلا يمكن ابدا اللي حد يقدر يقول اللي انا اخدت كورس لميت في العهد القديم او اخدت كورس لميت في العهد الجديد ده الحقيقة كلام فاضي ويعني لا ينطبق ولا يجوز خالص على التعليم اللهوتي يبقى تعليم قايم على التلمزة قايم على رحل التعليم او نمو وقايم على فكرة التكوين النقطة البعد كده رقم خمسة هي روح الاغابي روح المحبة او روح الشركة في المدرسة دي يعني هتكتشفوه حضراتكم نفسكم بمنتهى السهولة هتلاقوا اللي فيه روح شركة وقلفة جميلة هتلاقوا اللي فيه فرصة جميلة جدا للتبادل الخبرات وتبادل المعرفة مع خدام من كنيس مختلفة في اسكندرية من كل القطعات وهيكون فيه فرصة جميلة جدا لصدقات جديدة وناس كتير قوي جات تيرانوس قدموا كاندفيدولز ما كانش معهم صحابهم او حد يعرفوه من نفس الكنيسة بس انتهوا اللي هم عاملوا شبكة جبيرة جدا او سيركل واسع جدا من الاصدقاء واي مجموعة بتيجي من كنيسة واحدة كجروب برضو الجروب بتاعهم بيوسع وبينضم ليهم افراد جديدة لدائرة الاصدقاء اخر حاجة في الاعمدة الاساسية اللي بتقوم عليها الدراسة عندنا هي فكرة يعني محور الدراسة عندنا هو المحور بتاعه او الدافع بتاعه هو دافع رعوي لان اللهوت دايما الهدف منه الخلاص النفس سواء خلاص الدارس نفسه اللي بيدرس او المخدومين بتوعه في الكنيسة او اسرته في البيت فاحنا بندرس من اجل دافع رعوي بحث مش عشان ننتفخ بالمعرفة زي ما سيدنا دايما بيعلمنا نفتكر برضو مع بعض الـ classification او تصنيف بتاعت الفروع الدراسية ونفتكر اللي اسمها فروع لان السبع مواد اللي احنا بنفترض لهم مواد الحقيقة بيطلع منهم مواد كتيرة بعد كده فهما اكتشلي هما سبع فروع مش سبع مواد منفردين عندنا زي ما حضراتكو عرفتو في الانترو او من خلال النات عندنا خمس مواد تعليميين هما يعتبروا المصدر بتاع تعليم الكنيسة في الكنيسة اللهوت والكتاب والاباء والليترجية والروحانية الارتدوكسية عندنا مادتين تانين practical او عمليين بيكلموا عن مهارات الخدمة ومهارات الخدمة مادة اسمها الرعاية ومتغيرات العصر وفرع اسمه علم الوعظ طيب دايما بيجي لنا اسئلة عن ثلاث مواد بالذات يعني بالاخص مادة اسمها كان الله قانون الكنسي مادة الابالجاتيكس اللي هي الدفاعيات وتاريخ الكنيسة الحقيقة احنا ما عندناش مواد يعني قائمة بذاتها بالاسماء دي بس التلاتة دول موجودين في الفروع التانية اقول لكم ازاي يعني مادة القانون دي مثلا في جزء منها اللي يخص قوانين المجامع هتلاقوها في مادة الاباء الحاجات القوانين الرعوية موجودة في مادة الرعاية مينس الاحوال الشخصية الابالجاتيكس الدفاعيات الابالجاتيكس العامة اللي هي البيسيك قوي الحاجات اللي تخص لهوت المسيح او التحريف الانجيل او الكلام دي كله هتلاقوها متسكنة في المادة بتاعتها يعني الحاجات تاعت اللهوت والمسيح خاصة موجودة في السيستماتيك تيولوجي الحاجات اللي تخص الكتاب المقدس في مادتها والابالجاتيكس بقى اللي هي بتاعت افكار الالحاد واللغوة الدفاعي والحاجات التشكيكية التقيلة هنلاقيها طبعا يعني واغدة كور كبير اوي من الرعاية ومتغيرات العصر التاريخ الكنيسة طبعا موجود بقدر كبير في مادة الاباء لما ندرس السياق بتاع الكتابات او السياق بتاع كل حكبة وموجود بقدر في الليتروجية في جزئية تاريخ التقوس او تاريخ النصوص وموجود في اللهوت في حاجة زي مسألة المصطلحات او تطور المصطلحات او حاجات زي كده طيب ده كان شق نظري شوية هايزين نشوف ازاي الكلام ده ممكن يتطبق على مادة معينة هايزين نشوف الحاجات دي ازاي يعني بتاعها بيتم فانا اخترتلكم مثلا اكيد الناس كتير هتكون حابة تعرف عنه اكتر هي مادة الاباء زي ما حضراتكو شايفين كده ايه الهدف عندنا او ايه الاسلوب او المنهجية في دراسة الاباء عندنا احنا بندرس عندنا في تيرانوس سمات ومنهجية الاباء واسلوبهم من خلال نصوص مختارة من خلال حاجة اسمها سين تاكستز تخلينا نقدر نشتغل على انسين تاكستز على الواتساب لما بنبعث لحد رسالة لما العالمتين بيبقوا ازرق بنبقوا عليها سين تاكست اللي هو شفا فده نفس الكلام بالضبط بالنسبة للنصوص لما نيجي نتكلم عن النصوص الابائية فاحنا بنشتغل لو حضرتك اشتغلت في ساكشن الاباء على كتاب تجسد الكلمة مثلا القديس اتناسوس الرسولي فده اصبح بالنسبة لك سين تاكست التاكست ده او النص ده انت شفته قبل كده واشتغلت عليه فالهدف مش ابدا اللي انا احفزك الكتاب ده قال ايه واحد اتنين ثلاثة اربعة اخليك تسمعه من الجلد للجلدة ولا الهدف اللي اقولك قولي هو ايه اللي قاله واحد اتنين ثلاثة الهدف اللي انت تعرف من خلال الكتاب ده ايه هي سمات واهم افكار قديس اتناسوس العقائدية واهم قضايا ناقشها في الكتاب ده بحيث اللي انت لما تيجي تشتغل على اي نص تاني او تقرأ اي حاجة تاني كتابها القديس اتناسوس الرسولي تقدر انت تفهمها بسهولة وتقدر تمشي فيها مع نفسك وتستخرج منها الافكار او الامور العقائدية او اللاهوتية من خلال النص لما تيجي تدرسه طيب الموضوع ده بيكون يعني ممكن الدفعة دي عشان انا عارف فيه منكم عندكم الكنكشن بالدفعات قبل كده ممكن الدفعة دي تدرس لما نيجي نختار نصوص مختارة لقديس معين تدرس نص كتاب غير كتاب اللي درسوه من سنتين الدفعة اللي هيكة بتاع من سنتين الموضوع روتيشنل احنا بناخد نص بنشوف فكر الاب من خلاله ومش بنحفز النص ده قال ايه فطبيعي جدا اللي ممكن كل ترم حتى النصوص المختارة تختلف من اب الاب وطبعا بس فيها امور سابتة دي فندمانتلز بنمشي عليها نقطة تانية في دراسة الاباء في تيرانوس فكرة الافرشيب مين اللي كتب النص ده والنصوص المنصوبة للكديس فلان او للكديس اكس او واي دي حتة هنبحثها بتطقيق ومنتعلم نميز ما بين فكر الاب الفلاني versus فكر اب تاني لان في حاجة يعني ظاهرة انا بحب اسميها فيسبوك باتريستيكس اي حد يكتب اي قول على هواه على الفيسبوك ويمديلك تحته كديس كورولوس الكبير او يوحنا زابي الفم ويكون الاب ده ولا قال الكلام ده ولا جاب سيرة المضادة اساسا فحتة الافرشيب لازم هنتعلم من خلال اللي احنا نتنقع او يحصل لنا عملية في الفكر بتاع الاب ده بالتحديد خاصة كمان في الترمز البعد كده او في السماسترز البعد كده من خلال اللي احنا نتنقع في الفكر الابائي هيتكون عندنا السنس هل الجملة دي صح هل الاب ده ممكن يكون فعلا قال كده هل الكلام ده يتماشى مع السياق العام او الفكر العام للأب ده ولا هل دي حاجة متلفقة او حاجة مش مظبوطة او فعلا الأب ده ملهيش فتصمب الفكرة كلها بتاعت الباتريستيكس عندنا اللي بنشغلك على سين تاكستس عشان تعمل بلاونج ثرو او تاكستس اللي انت تقدر تشتغل بعدها على صوص تانية فالهدف او الانجول اللي انت تتعلم ازاي تقرأ وتفهم الاباء مش تحفظ كتاب معين وتقولي انا حفظت كتاب تجسد الكلمة او تجسد الابن الوحيد او اي حاجة الناس بتسألنا السماستر بريك داون هتمشي ازاي او المواد هتتقسم ازاي على الترمات فهنعرض لكو دلوقتي بسرعة واشرح لكو ايه هي الفرقات بين المواد والترمات المتقدمة شوية والترمات اللي قبل كده طيب السماستر الاولاني اللي احنا فيه دا دلوقتي هتاخد فيه ثلاث مواد المسميات الفرق ما بين introduction و advanced دي هنشرحها في السلايد البعد كده هي مش بس معناها مقدمة الى او الكلام ده هي لها معنى تاني من ناحية practical بقى في الدراسة ناحية العملية طيب احنا هناخد في المادة الترم الاول هناخد مدخل او مقدمة في الكتاب المقدس ومدخل في الpatriistics ومدخل في اللهوت الكلام دا custom بناء على اي شهادة تانية او اي حاجة تانية هتتتعمل في المدرسة مش هيكون نفس التأسيم دي بالزبط دا بناء على ال system اللي حضراتكو enrolled في ال diploma system طيب الترم التاني هناخد introduction في الليتورجية وهناخد مادة متقدمة في الكتاب المقدس اسمها exegesis and hermeneutics and apologetics يعني هناخد كده يعني هو الاسم ممكن يخد شوية بس المعنى بتاعه بسيط خالص هناخد المنهجات التفسير والفهم بتاع التفسير بتاع كتاب المقدس وهناخد apologetics الدفاعيات اللي تخص كتاب المقدس that's all it is المادتين التانيين متوع نفس الترم هناخد advanced patristics مستوى متقدم شوية في الاباء هناخد المادة المختارة اللي تكون هي المادة المتقدمة اللي انتو هتدرسوها مادة اسمها patristic theology اللهوت في فكر الاباء هنشوف بعض القضايا او الامور اللهوتية وهناخد comparative study دراسة بتعمل مقارنة ما بين بعض الامور اللهوتية ما بين كتابات اباء او مدارس الاباء مختلفة طيب مع الكلام ده كله هتدرس في الترم التاني مادة سهلة وخفيفة اسمها الروحانية الارتدوكسية بس برضو بليز محدش يحكم على مادة من العنوان بتاعها لان في ناس مثلا فكرها للروحانية الارتدوكسية معناها اللي ازاي اقدم موضوع بطريقة ارتدوكسية مش بطريقة انجلية مثلا لا الموضوع يعني deeper than that في الترم التالت هندرس الاول المستوى المتقدم بتاع مادة اللهوت والمادة المختارة لحضراتكم هي مادة اسمها on the economy of salvation يعني حول تدبير الخلاص الانتوداكشن بتاع لهوت اللي حضراتكم بتاخدوه الترم ده هي مادة عامة جدا وبتشرح بشكل بانورامي جدا لكل عقائد الكنيسة حتى الحاجات اللي متخصتش المسيح مثلا هتاخدوه مقدمة عن علم الملايكة هتاخدوه مقدمة عن مفهوم الكنيسة فالحاجات دي يعني فيه كتير منها مش مرتبط بالحاجات اللي تخص شخص المسيح او تخص الفداء الى اخره في الدراسة لكن مادة الـ economy of salvation دي هتبدأ من اول الخلق لحد الاسكتالوجي لحد الاخرويات او المجيء التاني وموضوع بقى الكحيم والفردوس والسماء والملاكوت والكلام ده كله هندرسوا مع بعض بالتفصيل شوية المادة التانية اللي هناخدها هو المستوى المتقدم في الليتورجية المادة المختارة لكم في المستوى المتقدم هي sacramental theology لهوط الاسرار الحياة الصرائرية في الكنيسة علاقة الاسرار باللهوط علاقة الحياة الصرائرية في الكنيسة بالروحانية الارتدوكسية وبشكل خاص الروحانية القبطية كل دي يعني فكرة عامة عن المادة بتتكلم عن ايه طبعا هنزل على الويب سايت تحت كل مادة شرح يعني مستفيد المادة دي بتتكلم عن ايه انا بس دلوقتي من لاجل الوقت بديكم نبازات او هنس كده سريعة عشان تبقوا واخدين فكرة كويسة مع المادتين الادبانس دول هتاخدوا مادة اسمها الرعاية ومتغيرات العصر واتكلمنا فيها بالتفصيل شديد في الانتروفيو فما فيش داعي نعيد ومادة علم الوعظ نفس الشيء طيب حد يقولي انا كده بعد درستي كل حاجة يبقى لازم الترم الرابع الترم الرابع ده الترم اللي انت هتنبسط فيه خالص لان دي مواد التخصص هتختار تلاتة الاكتفز تلات مواد هتدرسهم حسب رغبتك تتخصص فيهم بلس هيكون فيه ريسرش بروجيكت الريسرش بروجيكت ده زي مشروع تخرج وبيكون بحث اي مع الكي ستودي ولو طريقة معينة بقى في الدراسة وفي البحث فيه فده هيكون يعني بحث استثنائي بشكل اكسابشنل مش زي اي بحث هتعمله في المواد التانية وهنتكلم فيه طبعا لما نيجي لوقتها قبل ما اكلم حضراتكو عن الكودز والسيمبلز بتاعت المواد دي والاسماء معناها ايه عايزين بس نفتكر حاجة بقرارها كتير لان ناس كتير فعلا ما بتاخدش بالها وتسألنا اسئلة متكررة ان الكونكلوجين او التايكوي بتاعت المواد دي اللي احنا عايزينك تتلع به من دراسة المواد دي مش اللي انت هتحفظ المحاضرات دي انت هتاخد قدر يعني جرعة كبيرة من المواد ومن المحاضرات في كل مادة لكن افتكر دايما ان الهدف اللي انت تاخد طريقة التفكير وتتعلم البحث مش اللي انت تحفظ بشكل منهجي حاجة معينة طيب نبص على الكودز والسيمبلز بتاعت كل حاجة المواد طبعا لها كودز ده هنشوفه ممكن قدام اوريكم نبزة سريعة وهتكون موجودة زي ما قلت in detail على الويب سايت الكود بتاع المادة اللي بيتحدد اول حرفين بناء على اسم المادة عادة بيكون اول حرف واخر حرف فمثلا لو انت شفت مادة مكتوبة عليها PS واي رقم طرف على طول ان الPS دي هتخص مادة الpatriistics او الابات طيب التايتلز بقى بتدل على ايه؟ كلنا عارفين الintroduction معناها مدخل الى او مقدمة في علم كذا لكن اللي انت محتاجك تعرفه عن المسميات المواد دي مهمة جدا المواد الintroduction اللي انتو بتاخدوها في اول term والتاني هي مادة outline and mapping انت بتاخد بس بتشوف المادة دي بتتكلم عن ايه او العلم ده بيتكلم عن ايه بشكل بانورامي من غير دخول في تفاصيل عميقة انت بتشوف الموضوع كده زي حد راكب طيارة وياخد صورة بتشوف الموضوع من فوق مش بتشوفه بالmicroscope او zoomed in اي مادة مكتوب عليها advanced اعرف اللي ده هيكون فيها شوية عمق in depth analysis هنحلل بقى كتابات بشكل اعمق شوية اي مادة انت هتاخدها كالاكتف في الترم الربع اعرف اللي هيكون فيها يعني exceptional detail هيكون فيها تفاصيل متخصصة للغاية والمشروع التخرج زي ما قلت ده بيكون case study مبني على case study يعني لما ييجي وقتها افضل نتكلم فيه لقيت برضه من الظريف اللي احنا ناردلوك وحاجة visual تشوفه كده صور توضح الموضوع بتاع المواد ده بشكل اوضح الصورة الاولانية زي ما احنا شايفين دلوقتي كده فيه جنينة فيها انواع مختلفة كتير من الوان الزرع واشكاله فالجاردن دي او الجنينة دي اي مادة introduction او مقدمة عملها اللي هي orientation orientation يعني جولة عامة انت هتلف من برا على البلاط ده اللي ظهر في الصورة وهتاخد فكرة عامة عن نوع الزرع شكله لونه من بعيد لبعيد مغير لم تتقرب لحاجة هتكون جولة عامة هتشوف فيها الجنينة كلها تشوف لقطة من كل حاجة اي مادة بقى بعد كده في ال advanced انت هتروح عند نوع معين من هالزرع وهتشوف هتعملوا باقي examining تشوف راحته تشوف الملمس بتاعه اللونه التفاصيل بتاعته فهو ده الفرق اللي ما بين اي مادة مقدمة واي مادة advanced مش معناها اللي دي سهلة ودي عنيفة في مذكرتها لا اطلاقا معناها اللي دي بتديك نظرة عامة نظرة شاملة شوية والتانية بتعمل zooming in على جزئية معاينة من المادة وبتركز فيها على مدار الترما كله الصورة التانية برضو لزيزة في شرح موضوع المواد هي عبارة عن ميدة ممكن يعني نفترض اللي هي بوفي وفي المواد الانتردكتري انت هتعدي بطبق على الميدة دي هتاخد حاجة من كل حاجة او تدوق ام قطع من كل صنف فده بالظبط المواد الانتردكتري بتكون كده المواد المتقدمة شوية هقولك مثلا لا انت مثلا تركز مع الفواكه بس فيبقى قدامك بس الاطباق اللي من قدام دي لتقدر تاخد في اختار منها الوجبة بتاعت الترن الالكتف بقى بيحصل ايه اللي هو المواد التخصص بتاعت الترما رابع اسألك انت ايه اكتر حاجة عجبتك مثلا في الفاكهة تقول لي مثلا ساي الطبق ظل من قدام اللي يكن ده ساي فراغ ولا ولا حاجة فاقولك اوكي انت اخترته بناء عليه الطبق ده كله هيتاكل فبتاخد الطبق في اول الترن وعليك انك تخلصه كله هتجيب الحدوطة من اولها الاخرها اللي تخص الجزئية دي طيب ده كان التقسيم الخاصة بالدبلوما بروغرام طيب حد ممكن دي اكتر شوية مش خاصة بحضراتكو اوي بس حد عايز يسألني ايه هي المواد في مدرسة تيرانوس فهنعرض دلوقتي 2 سلايدز قدام حضراتكو فيها المواد طبعا الكتاب المقدس بيكون باين هو ايه بعد الانتردكتري يونتس المقدمة في العهدين بيكون متصنفها بقى كل نوع معين من الاذب متصنف لوحده بيتدرس باسلوب معين وبشكل معين بيتدرس الاول السمات وبعد كده منهجية التفسير اللهوت برضو جزئية الناس دايما متسأل فيها عندنا بعد المدخل عندنا المادة التانية اللي هي بتاعت التدبير الخلاص اللي اتكلمنا عليها عندنا مادة عن سر السلوس عندنا مادة عن الكريستولوجي من بداية الفلسفة المصطلحات دي كانت ازاي بتستعمل في الفلسفة يعني المصطلحات تحت الكريستولوجي في الفلسفة ما قبل المسيحية الى خلق دونيا دي نهاية اخر محطة في المادة المادة الاخيرة بتتكلم عن العلاقة ما بين المسيح والكنيسة والخلاص مادة جميلة جدا دي المواد هتكون موجودة تاني على النات والسلايد التاني زي ما حضراتكم شايفين كده في مادة الاباء ومادة الرعاية الاباء بعض المقدمة بيتصنفه حسب المدارس مدارسة اسكندرية وبعد كده في مادتين من تحت مادة البتريستيك ثيالوجي اللي هي اللهوت في فكر الاباء ومادة البتريستيك اكسجيس اللي هي التفسير الكتابي عند الاباء الكنيسة المادة برضو للناس كتيرة بتسأل عليها ممكن ناخد فيها ايه؟ بعد المادة الاولى اللي هتاخدوها في الترمة التالت في مواد تانية افايلبل للبروغرامز التانية او للالاكتفز لو حد حبيب يكمل اخر ترمة حاجة متخصصة من الرعاية في مادة مخصصة فقط العلم اسمه الاخلاقيات المسيحية في خدمة شباب في مادة عن الدفاعيات في مادة عن الميسيولوجي او الكريستيان ميشنيري اللي هي الكرازة وا 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 مادة عن الكريستيان كونسلين اللي هي المشورة المسيحية مادة عن الورجنيزيشنال ليدرشيب المانجمنت اللي هي الادارة بتاعت المنظمات او المؤسسات ومادة عن الصعوبات او الحاجات اللي بتواجه الكنيسة والتخطيط المستقبلي وكلام من ده بس دي بتكون طبعا وطبعا القدر اللي احنا بنطبق على اللهوت فيها او على الحاجات الكنسية او الرعائية لكن طبعا الاساس النظري بتاعها ما هواش اساس مسيحي بتكون دراسات حاجات في الهندسة وحاجات في الفلسفة وا 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 يا بقي اتكلمنا عن اهداف المدرسة اتكلمنا عن الاكاديميا بشكل عام اريدين دلوقتي نشوف مع بعض التارمة ده بالاخاص ايه اللي محتاجين نعرف عننا أول حاجة محتاجين نكون عارفين اللي احنا عندنا في تيرانوس تلاتة ساتنجز او تلاتة مودز للدراسة بدايتا من التارمة ده بالاخاص زيما قدامنا كده عندنا حاجة اسمها formative sessions او حصص تكوينية انه بتكون امتى بتكون محضرات يوم الاربع الديناميكس بتاعتها او بتمشي ازاي احب اللي تفتكروا اللي موجود بالاحمر ده هي specialized يعني متخصصة للغاية وفي مجالات مختلفة متخصصة ليه متخصصة لان بيجي واحد محضر رسالة او مقلف كتاب معين عمل دراسة عميقة في موضوع معين يعني مش شرط اللي انا بترمي لها عشان بدرس اباء او بدرس كتاب وبدرس لهوت اللي ييجي فقط في المحاضرات يوم الاربع تكون في التلات مواد دي الكلام ده هيتنسك على الانلاين زي ما قلنا لكن لأسباب مختلفة زي اللي مفيش كوادر واساتزة يقدروا يدوا العلوم دي بشكل متخصصة متوفرين لوكل لنا بشكل محلي فده بيحد شوية من الجزئية دي رقم اثنين اللي احيانا فيه بروفاسورز بييجوا في موعيد معينة في السنة او بييجوا كل تلات اربع سنين مرة فمش معقولة يكون واحد مثلا معه دكتوراه في الليتورجية وجاي مصر يقعد بقاله خمس سنين ما جاش وجاي يقعد اسبوعين وهيدينا يوم من الاسبوعين بتوعه ونقول له ساريس لحنا الترم ده ما بناخدش فيه الليتورجية بقى فوت علينا كمان خمس سنين فاكيد مش بديهين مش منطقية فالموضوع المخادرات يوم الأربع هي ساشن ستاكوينية متخصصة وفي مجالات مختلفة الهدف منها اللي احنا نوسع مداركنا ونوسع افاق افاقنا اللي احنا نكون بنتعود على اللغة اللاهوتية والعلوم الكنسية بمختلف اشكالها النوع التاني من الساشن زي ما احنا شايفين البرسايس ساشنز حاجات محددة بقى دي بتكون بتتنظم اكتر على اسكولا ولسه هينزل فيديو يشرح لكم الاسكولا بيتكلم عن دي المخادرات الانلاين الحاجات اللي هتكون مرفوعة لكم ده الحاجات اللي انت مطالب تفهمها مش تحفظها ولا تذاكرها المطلوب منك اللي انت تسمحها وتفهم السياق او الخط العام بتاع الافكار اللي فيها مش تحفظها لان اي امتحان او اي اختبار عندنا هو open book معاك المتيريال كاملة طيب الديناميكس بتاعتها مهمة نفتكر كلمة اللي دي بقى هتكون حسب التصنيف حاجات حاجات محددة هيكون في ماتيريال ماندتوري اللي هي حاجات اساسية انت مفروض تسمحها وحاجات سبلمنتاري الفرق ما بينهم الماندتشي او الماندتوري دي لما هتنزلك دي المخاضر اللي انا عايزك تسمحها اساسية ساي الكريستولوجي في طبيعة المسيحة دي المحاضرة الاساسية فيها اي حاجة تانية بتكون محاضرات اضافية تسجلت او كتاب اضافي حاجات زي كده دي تقدر ترجع لها للمزيد من التعمق او مزيد من المعرفة الساشن التالت الاخير اللي عندنا حاجة اسمها كونتاكت معناها احتكاك وفيجرس معناها بطاقة او بقوة دي بتكون يوم الاثنين في الساكشن طبعا احنا دلوقتي بقنا انلاين دي اهم حاجة نفتكيرها لها يعني انت هتتعرض للمادة دي بشكل تفعلي هتتطار بقى لانت تتفاعل يعني المحاضرة انت هتكون قاعد مبسوط لان جاي واحد بيشرح لك موضوع بالنسبة لك كان مبهم او ما سمعتش عنه اصلا ممكن وهو الراجل قاعد يعني بتخصصه وبعلمه بيفصص لك الموضوع بالشوكة والسكينة هد جبل في ساعتين خلاه شوية تراب والموضوع باين خلا الموضوع على شكله يبان كأنه سهل لكن في الساكشن انت حضرتك هتدخل بقى وتتفاعل انت مع المادة زي بالزبط تشبيه لطيف للقصة دي في الساكشن انت اللي هتدخل حلبة المصارع بنفسك وهتصارع هتلعب قصاد الوحش عشان لازم تبقى فاهم الشغل بتاعنا ده مش بس بشكل نظري اللي هي المعلومات المجردة لكن لازم تتعلم كمان ايه هي مصادر التعليم وايه هي المصادر الكنسية لما نحب نبحث في موضوع معين نرجع لايه وايه هي الاساليب والطرق اللي تساعدنا على الكلام ده ناخد فكرة دلوقتي مع بعض على نظام الانلاين اه الـ e-learning بتاعنا هيتم على بلاتفورم اسمه e-skola هيكون available من خلال طبعا هو لينك خاص على موقع خاص به او لما الموقع يخلص ده الموقع اهو قدام حضراتكم tyrannoseminary.org هيكون موجود كايكن تدوسوا عليها يعمل لكم على طول على الـ e-skola وموجود ك-application بس فيه limitation شوية في استعمال الـ app في بعض الفيترز دي لما هينزل فيديو توضيحي لقصة الـ e-skola دي هيبقى نقول لكم ايه اللي ممكن و ايه اللي مش ممكن على الـ application طيب ايه اهم الحاجات اللي انت هتعملها على e-skola تعالوا نقولهم كده مع بعض بسرعة اول حاجة فيه zoom داخل الـ e-skola يعني ممكن نعمل section live وده اللي هيحصل بنعمة ربنا من يوم الـ e-skola اللي يكون الزوم داخل e-skola ونبعث لكم الـ e-skola ونبعث لكم اللينك ونبعث تدخل عليه الحاجة التانية تقدر تعمل upload ترفع assignment بحس انت عامله او لو حاجة quiz مثلا او assignment على ال-net على الألمس تعمله live وتعمل submit وبيعمل submit في ساعتها في حاجة اسمها interactive lessons المعيدين بيحضروا لك زي درس بطريق ما بشكل ما بيتفاعل معاك وبيمشي معاك خطوة بخطوة ولذلك هو ممكن يكون custom paste يعني لو انت فهمت الموضوع بسرعة هو بينهي لك الدرس بشكل اسرع او بيخليك تعدي على الخطوات اقل لو حد كان متعصر في حتة معينة في الدرس لا بيديله شرح زيادة وبيديله وبيوصله فيديوهات وبيديله حاجات يرجع لها pdf فالموضوع interactive self-paced learning حسب طائط وحسب فهم كل واحد الحاجة بعد كده بيكون فيه embedding للفيديو يعني هنفعل لكم فيديو يكون embedded جوال system موجود داخل الاسكولا ومع الwritten material بتاوي سواء pdf or powerpoint presentation يكون فيه discussion forums اللي هي زي منصة كده للحوار او للمناقشة عشان نتفاعل مع بعض ونبحث موضوع ما الresources هيكون عليه كتب ومقالات ومراجع وووو الى اخر المايكرو learning اللي هو بيقسم لك الموضوع حسب بيقسم لك المادة حسب مواضيع topics معينة بشكل bite sized بشكل انت تقدر تفهمه بسهولة وبشكل بيصغر لك المهمة بدل ما قولك تذاكر الكتاب ده او تذاكر المحاضرات دي كلها هو بيقسمها لك لليونت صغيرة تقدر اللي انت تتخلصها بشكل هو برضو means of communication يعني طريقة تواصل ما بينك ما بين المؤيدين او بينك وما بين الاسادزة تقدر تمتحن عليه كوز وتقدر تمتحن عليه امتحان وده طبعا ما ميجي وقتها انا بنتكلم فيها هو يعني هو بيقيس البروغرس بتاعك من خلال statistics واحصائيات وانالاتيكس بيعملها وبيبعث لنا report بيها بس بشكل غير رسمي لان ما بناخدش الدرجة او التقييم بتاعك من خلال الإسكولة لان ده system ما بيفهمش الاعذار لو حد عنده مشكلة او حاجة زي كده اخر حاجة خالص اللي هو accessible وفيه مرونة عالية وفيه مرونة عالية اعتقد لما اديكو هتاخد عليه هتنبسط منه جدا اخر حاجتين ممكن نقولهم في جزئية دي اللي الموضوع التاني بفكركم يعني هيتقسم الترمس 16 اسبوع هيتقسم حسب المواضيع لكل مادة والغياب بيتاخد عادة من خلال يعني انا طبعا بشوف بيظهر لي عدرتك سمعت الدقيه من الفيديو او فضلت على الموضوع ده قد ايه فبنعرف هل انت بتفتح وبتقفل ولا فعلا بتدرس الموضوع على مهلك فممكن يكون فيه سؤالين اجاباتهم في نص المحاضرة لو انت سمعتها او لو بصيت كويس على البيدي اف كده بتأني هتطلع الاجابات بسهولة لكن واحد فتح عشان يقول انا فتحت وخلاص لأ مش هيعرف يجاوب على السؤالين برضو موضوع دايما منتسأل فيه كتير قصة التقييم هتتم ازاي وايه هي المعايير وايه اللي خليني اعمالت الكفاية او ايه اللي يعني هنشوف مع بعض عندنا ثلاث معايير او ثلاثة كريتيريا بين ايس بهم التقييم الحاجة الاولانية هي اي تاسك هتاخدو في السكشن او في التوتوريال ممكن يكون ايه ممكن يكون حاجة هتتسلمها ممكن يكون كويز هتمتحنو امتحن بسيط يعني وبيكون معك المتيريال زي ما ذكرنا هل انت متفاعل هل انت بتدي الانبوت بتاعك في السكشن ولا هل انت قاعد بتسمع وخلاص هل انت فاهم الحاجة اللي بتتعطي في السكشن ولا هل حضرتك قاعد بجسمك فقط بتقايم من 200 درجة السكشن overall 200 السكشن عليه 100 اذا هو عليه 50% من التقييم النهائي او التقييم الكلي البحث بتاعك هيكون عليه 50 درجة وهيكون عليه الربع واحد يقولي طيب البحث ده اكيد له معايير اه هو له معايير بس احنا في اول سماستر اول ترم بنكون متساهلين شوية بتكون الدرجات على على الفكر نفس اللي انت هتطلعه طبعا البحث له معايير علمية كتيرة قوي واسلوب علمي وهيكون في محاضرات او موجودة على النت على الالمس بتوضح ازاي كيفية عمل بحث بطريقة اكادامك مزبوطة لكن اول سماستر زي ما قلت بيكون البحث بتاعك بشكل يعني بنعديلك حاجة كتيرة موضوع الاسلوب العلمي في الكتابة او البرزنتيشن او البرزنتيشن البرزنتيشن اهما حاجة عندنا اللي انت تتعلم ازاي تبحث وتستخرج المعلومات من الريفرنسز او الريزورسز اللي انت هتتعامل معاها طبعا البحث ده على كل مادة يعني هتسلم ثلاث ابحاث والكم بتاعهم احنا بنركز قوي على الكام بنركز على الكواليتي لكن التفاصيل كام صفحة او كام كلمة او الكلام ده لسه هنعلن عليها ونزل هلكو على ال الامتحان بيكون open book معاك الماتيريال ومن خمسين درجة برضو وعلي الربع وبيقيس فهم الاسئلة ما فيهاش اي حاجة طلقينية ولا تواريخ ولا اسماء ولا الكلام ده كله الامتحانات نفسها كل سؤال يعني هو سؤال ياما لو سؤال زي امس كيو لو الاختيارات ياما بيقيس فهم معميك لحاجة ياما لو سؤال تحليلي انت هتكتب كم جملة هتكشف انت باقي فاهم الموضوع ولا انت حافظ مش فاهم شويت بقى تنبيهات او حاجات complimentary لك للمدة نفهمها الحاجة الاولانية التلاتة components دول compulsory يعني اساسين لتقييمك في كل مادة يعني ماينفعش واحد يقولك انا مش همتحن فاعمل نفسه زكي يقولك انا هزبط شغل السكشن تمام واعمل بحصة عشر على عشر اذا انا كده عديد لأ التلات معيير اساسيين ماينفعش تنجح فوالا مادة لو اي واحدة فيهم نقصين النقطة التانية لو انت محقق التلات معيير دول ونسبة حضورك اقل من 75 او نسبة تحب تعكس تقولك الغياب 25 لو اكتر من 25 غياب او حضورك اقل من 75 فانت مش اصلا لك تدخل اللي تحمل المادة دي الدراسة سابين كريدت اور زي ما قلنا وبما ان كريدت اور سيستم يبقى توقع لفيه جي بي اي ففي جي بي اي هيتلع لكل واحد بعد الترم الاول له تقدير معين هنبعث لكم التفاصيل دي لسه طيب سيستم التقييم نفسه هو بيعمل اي فيه حاجة اسمها FFCI ده هو ده الطريق اللي بنقيم بيها او بنعمل بيها اول في كلمة فورمل دي مش مشكلة الكلمة التانية بقى نتنى نركز كلمة فورمتف زي ما قلنا تعليم تكويني المهارات تكوين المهارات وليس ضلقين او حفظ بحث النقطة اللي بعد كده Criterion Based يعني قايم على معين معينة يعني فيه Purpose Intended فيه قصد من كل حاجة هل انت واصل للقصد ده يعني اضرب لكم مثل واحد بيحل سؤال في امتحان الليتورجية على الأداس فهل انت اجابتك فيها المصطلحات المناسبة او الملأمة للاجابة دي يعني نعارف اللي احنا لسه ما درسناش بس مثلا واحد بيجاوب سؤال عن الأداس هل انت بتذكر كلمات زي افخارستية او انافورة وانت بتكتب ولا هل الشخص اللي بيصح حاسس اللي انت بتكتبله حدوطة طويلة كده ملهاش معنى وابونا ياخد القربان ولا هل انت فكرك متجانس ولامم القصة فعلا وهل انت اجاباتك او المصطلحات اللي بتستعملها هل هي بتنضح على فهمك او اللي انت فعلا معامل الموضوع مظبوط ولا انت ملصن شوية معنومات في معايير معينة بنقيس عليها الاجابات او الابحاث النقطة اللي احنا عندنا البرفورمنس بتاعك بناء على يعني في ناس بالذات اللي معانى الناس ال اي جي او اماركين او حاجة كده فبيكونوا سمعوا عن التصحيح اللي اللي هو بالكيرف وبياخدوا نسبة معينة بيصححوا نسبة معينة من الورقات ويشوفوا كل تقدير يبدأ من كام احنا عندنا كيرف في التصحيح بس بنصحح بناء على ال بتاعك فبذل لما انت بتكمبيت مع كل زملائك في الفصل انت بتتقارن او بتتقاس بناء على التقدم بتاعك انت التقدم الشخصي فلما يجي تصحح لك البحث بتاع ترمة تاني هتشوف الفرق ما بين اللي انت كتبته في بحث ترمة اول من ترمة تاني وهكذا الامتحانات بتاعتك برضو كيوميلاتف يعني بتتقاس بشكل تراكمي بناء على انت ازاي طال على سلم التعليم انا كده خلصت تقريبا الشرح اللي كنت مجهز لحطراتك عن الدراسة لكن فيه كده فكرتين تقريبا عايز اللي انا اختم بيهم يكونوا واضحين في ذهننا الحاجة الاولانية من فضلك لازم تقبل وتتوقع وتنتظر من دلوقت ان الموضوع في الدراسة في تيرانوس موضوع تدريجي ورحلة تدريجية فكر فيها زي واحد طلع سلم مش هتبقى رحلة يعني خط واحد ابدا ده مش هيحصل فكل الناس يعني كمان يكون مفيد جدا لتسألوا الخرجين اللي تخرجوا قبل كده عن بتاحهم فالناس كلها بدأت اول شهر او شهر ونص يمكن حصة لهم مش فهمين اي حاجة بتتقل في المخاطر من فضلك اصبر على نفسك شوية وانا بقى معيدين واسأل المدرسين الموجودين في المدرسة اللي انت ورنك باي تايم هتاخد على المصطلحات وهتاخد على اسلوب التفكير وهتاخد على المنهجية العامة بتاعت الموضوع فالموضوع ascending مش progressive تمام الحاجة التانية اللي محتاجين نبص فيها مع بعض عملتلكه كده زي مكرنة ما بين ايه بتاع المدرسة واللي احنا عايزينه الانبوت اللي بنحطه versus نفس الشيء بالنسبة لكم وانتوا فتلاقوا لتقريبا هي هي نفس الحاجة يعني احنا بندور على تكوين خدام ارتدوكسيين بشكل ويكونوا دارسين فعلا والطالب بيكون جاي الانبوت اللي هو عايزه نفس الكلام بالزبط حياته الروحية وخدمته وتربية اولاده وطبعا فهم شخصي له للامور اللهوتية والعقائدية فكده احنا متفقين احنا عايزين نعمل الانبوت زي الانبوت اللي حضراتكو عايزينه بالزبط الانبوت بتاعنا بتحطه وقت وافرت واحنا برضو بنحط وقت وافرت كبير جدا يعني فوق ما تتخيلوا وبلس حاجة تالتة يعني انا هقولها ورزق على الله السيدنا الحقيقة بيحط فاينانس ضخم جدا 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 فوق ما تتصوروا خالص في العمل ده طيب ليه بقول الكلام ده الكلام بقوله عشان اوصل للحتة المنتحد دي اللي احنا عندنا اهداف واحدة والمعايير اللي انتو شفتوها والابروتش بتاعنا فعلا بدون فعلا تيرانوس ده معهد لهوتي ون اف كاين معهد يونيك يعني ينظر وجوده في اي حتة في العالم فاحنا اهدافنا واحدة فمن فضلك ما تبصش للدراسة او للمعايدين او لدكاتر اللي هيدرسوا بمنظور المعكوس اللي هو هو عايز ينقصك او عايز يسقطك او عايز مش فاهم لا احنا اهدافنا واحدة فكل اللي احنا بنكون طلبينه منك اللي يكون عندك شغف او محبة للتعليم فقط لغير في بقى كده شوية امور لما تحتاجها عايز اقولك تروح لمين اوجهك يعني لان في ناس لما بتحتاج حاجات ساعات بتروح للشخص الغلط وانا انا ما بيعرفش يفيدهم اي شغل اداري او اي حاجة التقديم بتاعك اي استكمال ورق او كلام من ده مع السكرتاريا اللي هما الاربع تصونات اللي بيكونوا موجودين برة دول اللي تخلص معهم اي شغل اداري او ورقي اي حاجة بقى في العايز تاخد اذن او عذر اللي انت عندك امتحان مش تقدر تيجي او مشغول هتغيب حاجة معينة او اي بروسيدجر حاجة ضخمة شوية يعني فوق سكرتاريا عندك تقدر ترجع للخمس اباء دول ابونا يوسف وابونا بوليس وابونا يوساب وابونا بصغيرون وابونا موريس بيكونوا متواجدين معنا تقريبا في كل الفونكشنز او فعالية المدرسة اي حاجة في المحتوى العالمي مش فهمه تقدر ترجع للمعيد بتاع المادة وبيكونوا اكتر من شخص فعندك كذا اي حاجة تقنية او سؤال في السيستم الانلاين او عايز تدخل على حاجة او مش عارف تجيب حاجة مع مهندس انجلو ده الرئيس الميديا تيم وهو متخصص في القصة دي اي حاجة في ال اي 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 انا خلصت ما زال لو اي حد عنده اي اسئلة انا هسيب رقم الواتساب بتاعي تحت امروك وتبعتولي في اي وقت وانا يعني برد بسرعة فتحت امروك لو حد عنده اي اسئلة تخص السيستم الدراسي وزي ما قلت اي اسئلة في اي حاجة تانية تقدر توجهوها للناس المختصة اللي ذكرنا اسمائهم واشكركم جدا ونشوفكم دايما بخير كل سنة وطيبين